هيا بنا نتعلم ضرب عددين باستخدام الطريقة الشبكية لنأخذ مثالاً ما ناتج ضرب 46 في 53 نكتب المضروب فيه 46 بشكل عمودي 6 وفوقها 4 ونكتب المضروب 53 بشكل أفقي ثم نكون شبكة من عمودين وصفين صفان لأن العدد 46 يتكون من منزلتين وعمودان لأن العدد 53 يتكون من منزلتين بعد ذلك نرسم في كل خانة خطاً مائلاً يقسم الخانة إلى قسمين متساويين هكذا الآن أصبحت الشبكة جاهزة للضرب 4 ضرب 3 يساوي 12 ونكتب 2 في الخانة السفلة و1 في الخانة العليا 4 ضرب 5 يساوي 20 نكتب 0 في الخانة السفلة و2 في الخانة العليا 6 ضرب 3 تساوي 18 ونكتب 8 في الخانة السفلة و1 في الخانة العليا 6 ضرب 5 يساوي 30 ونكتب 0 في الخانة السفلة و3 في الخانة العليا بعد ذلك نجد ناتج الجمع للأعداد في الجدول بشكل مائل هذه الخانة تمثل منزلة الآحد وهذه الخانات تمثل منزلة العشرات هذه الخانات تمثل منزلة المئات وهذه الخانة تمثل منزلة الآلاف ناتج جمع الأرقام في منزلة الآحد يساوي 8 ناتج جمع الأرقام في منزلة العشرات يساوي 2 زائد 1 يساوي 3 زائد 0 يساوي 3 ناتج جمع الأرقام في منزلة المئات يساوي 1 زائد 0 يساوي 1 زائد 3 يساوي 4 وناتج جمع الأرقام في منزلة الآلاف يساوي 2 إذن ناتج الضرب هو 8 أحد وثلاث عشرات وأربعمئات وألفان أي 2438 46 ضرب 53 يساوي 2438 لنأخذ مثالاً آخر ما ناتج ضرب سبعمائة وخمسة وستين في ثلاثة آلاف وأربعمئة واثنين وتسعين نكتب المضروب فيه سبعمائة وخمسة وستين عمودياً ونكتب المضروب ثلاثة آلاف وأربعمئة واثنين وتسعين أفقياً ثم نكون شبكة من أربعة أعمدة وثلاثة صفوف ثلاثة صفوف لأن العدد سبعمائة وخمسة وستين يتكون من ثلاث منازل وأربعة أعمدة لأن العدد ثلاثة آلاف وأربعمئة واثنين وتسعين يتكون من أربع منازل بعد ذلك نرسم في كل خانة خطاً مائلاً يقسم الخانة إلى قسمين متساويين هكذا الآن أصبحت الشبكة جاهزة للضرب سبعة ضرب اثنين يساوي أربعة عشر سبعة ضرب تسع يساوي ثلاثة وستين سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرين سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرين ستة ضرب اثنين يساوي اثنى عشر ستة ضرب تسعة يساوي أربعة وخمسين ستة ضرب أربعة يساوي أربعة وعشرين ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمانية عشر خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة خمسة ضرب تسعة يساوي خمسة وأربعين خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر بعد ذلك نجد ناتج الجمع للأعداد في الجدول بشكل مائل هذه الخانة تمثل منزلة الأحاد وهذه الخانات تمثل منزلة العشرات وهذه الخانات تمثل منزلة المئات وهذه الخانات تمثل منزلة الآلاف وهذه الخانات تمثل منزلة عشرات الآلاف وهذه الخانات تمثل منزلة مئات الآلاف وهذه الخانة تمثل منزلة الملايين ناتج جمع الآداد في منزلة الآحد يساوي صفر منزلة العشرات 2 زائد 1 يساوي 3 زائد 5 يساوي 8 منزلة المئات 4 زائد 1 يساوي 5 زائد 4 يساوي 9 زائد 4 يساوي 13 نكتب 3 وباليد 1 فوق العدد 1 منزلة الآلاف 1 زائد 1 يساوي 2 زائد 3 يساوي 5 زائد 5 يساوي 10 زائد 4 يساوي 14 زائد 2 يساوي 16 زائد 5 يساوي 21 نكتب 1 وباليد 2 فوق العدد 6 منزلة عشرات الآلاف 2 زائد 6 يساوي 8 زائد 8 يساوي 16 زائد 2 يساوي 18 زائد 8 يساوي 26 زائد 1 يساوي 27 نكتب 7 وباليد 2 فوق العدد 2 منزلة مئات الآلاف 2 زائد 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 زائد 1 يساوي 6 ومنزلة الملايين 2 إذن 765 ضرب 3492 90 يساوي 2 مليونين 2 وستمائة وواحد وسمعين ألفاً وثلاثمائة وثمانين تتميز هذه الطريقة بفصل الضرب عن الجمع بحيث نجد ناتجة ضرب أولاً ثم ناتجة الشام